مع دخول الحرب الروسية الاوكرانية اسبوعها الخامس تستضيف بروكسل ثلاث قمم رئيسية قمة لحلف شمال الاطلاسي النيتو وقمة للاتحاد الاوربي وقمة لمجموعات الدول السبع فعلى خلفية تعثر المفاوضات بين اطراف النزاع والتخوف من تصعيد اضافي فضلا عن المعاناة الانسانية التي يعيشها الاوكرانيون ستركز القمم الثلاث خلال يومين على تطورات الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا حيث ستناقش قمة النيتو الدعم العسكري لاوكرانيا اضافة الى القرارات الواجب اتخاذها بهذا الشأن كما ستتناول ايضا الحاجة لتطوير مفاهم الحلف للسنوات القادمة لتتلاءم مع التهديدات الجديدة اما القمة الاوروبية وقمة مجموعة السبع فستصب تركيزها على فرض مزيد من العقوبات على الجانب الروسي عن طريق مقاطعة مبيعاتها من النفط والغاز على الرغم من الانقسامات الاوروبية فهناك من يؤيد ذلك وهناك من يرفضه بشكل قاطع كالمانيا التي تستورد نحو 45% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا القيمة الثلاث تشهد مشاركة الرئيس الامريكي جو بايدن حيث تسعى واشنطن الى تعزيز وحدة الموقف الغربي في موجهة روسيا اضافة الى احياء تحالفات الولايات المتحدة والتي تضررت جراء اربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب فرنسا التي لم تتخلى عن التواصل المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبرت ان الخيط الجامع بين القيمة الثلاثة هو وحدة الموقف الغربي ضد روسيا وزيادة الدعم عسكريا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا لاوكرانيا